بعد البخاري صح والقرآن وخوة الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى كالعادة في هذا البرنامج نتناول الأحاديث التي رواها الإمام مسلم النيسابوري الإمام المحدث عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الماتع الرائع الجامعة الصحيح ونتناول في هذا البرنامج شرح هذه الأحاديث من خلال تناول هذه المعاني وتبيان معناها معاني هذه الأحاديث ثم نبين أحكام هذه الأحاديث وكذلك نعرج على أهم الفوائد التي وردت في أحاديث الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى أخواني الكرام أخوة الكريمات ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى انتظرونا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواقي صدقة أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام أخوة الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعد أن استمعنا لهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورضاه وكنا قد ابتدأنا شرح حديث كتاب الزكاة وصلنا إلى حديث أبي سعيد الخدري وهو هذا الحديث قد بوابه الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى بقوله باب ما فيه من الزكاة من الأموال العين والحرث والماشية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ولا فيما دون خمسة دود صدقة ولا فيما دون خمسة أواقي صدقة الدود هي الخمس من الإبل والأوسق هي جمع وسق وهو ستون صاع ستون صاع من تمر أو حب وأما الصاع فهو أربعة أمداد قيل المد يكون ملء كفين هذا الكف هكذا عندما تأخذ مثلا شعير أو بر أو طحين مثلا أو تمر هكذا من هذه اليد من اليد يعني ملء كفين والأواقي هي جمع أوقية هذه كلها طبعا موازين معروفة عند العرب والمسلمين والأواقي جمع أوقية وهي أربعون درهم أخواني الكرام أخوة الكريمات لا شك أن الزكاة فريضة افترضها الله عز وجل على كل مسلم ومسلمة وهي من أركان الإسلام ولا يجوز المسلم أن يفرط في هذه الفريضة لا يجوز له أن يفرط في هذا الركن العظيم الذي هو ركن من أركان الإسلام الخمسة فلا يصير مسلما إلا بأداء هذه الزكاة الزكاة حق الله عز وجل في الأموال التي يمتلكها الأغنياء ولكن ليس كل مال يخرج منه الزكاة إلا عندما تستوفى الشروط والنصاب والحول والمقادير فكل ذلك في حكمة من الله سبحانه وتعالى فالزكاة في حكمة عظيمة ليست موجودة في باقي الديانات والملل والنحل وغيرها ولكن هذه من سماحة الإسلام أنك تؤدي 2.5% وتؤدي العشر في بعض الزروع أو أحيانا 5% حسب سقاية الماء والأنهار وغيرها كما سنبينها لاحقا في أحكام الزكاة فتصور أن الإنسان يملك ألف دينار يخرج منه فقط 25 دينار عشرة آلاف دينار يخرج منها 250 دينار فلا شك أن هذه هي زكاة المال تعطى للفقراء وهي حق الله سبحانه وتعالى وهذا من باب يعني الألفة بين أفراد المسلمين الذين يعيشون في هذا المجتمع وكذلك من باب التكافل الاجتماعي هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن شيئا من هذه الأنصبة أنصبة الزكاة في أنواع مختلفة من الأموال وما دونها ليس فيه زكاة فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أواقي طبعا أكثر من لفظ في الأحاديث من الورق الصدقة الورق هو الفضة الأواقي هي جمع أوقية والأوقية هي تقريبا أربعون درهم فالخمسة أواقي فالخمسة أواقي مائتين درهم وهي تساوي خمسمية وخمسة وتسعون جرام تقريبا يعني هذا بالنسبة للفظة بالنسبة للذهب خمسة وثمانون جرام طبعا لازم كل يوم نعرف عند الصائق محل الذهب كم اليوم سعر الذهب وكم سعر الفظة حتى نخرج زكاة هذه الفظة أو زكاة يعني هذا الذهب طبعا المقصود هنا لا زكاة فيما هو أقل من خمس أوقيات من الفظة أما فوقها ففيه الزكاة ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس فيما دون خمس ذودي من الإبل صدقة والذود قيل هي من الثلاث إلى العشرة ولا واحدة له من لفظه فيكون المعنى لا زكاة في أقل من خمس من الإبل إذا كان الإنسان عنده أربع من الإبل كان عنده ثلاث اثنتين واحدة هذه الإبل ليست عليها زكاة أما إذا كان أكثر أكثر من خمس يعني خمس فما فوق فهنا فيها زكاة وتختلف طبعا هذه الزكاة بحسب العدد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة والوسق هو الحمل وكل شيء وسقته فقد حملته والوسق هو تقريبا ما يقارب ستون صاع والخمسة أوسق أو الأوسق هي تقريبا ثلاثمائة صاع تقريبا ثلاثمائة صاع لا زكاة فيما هو أقل من خمسة أوسق من التمر وما فوقها ففيه الزكاة فإذا كان الإنسان عنده مثلا عنده الرطب في البيت والبلح وعنده مثلا أربعين خمسين ستين شجرة مثلا ينظر كم كيلو عنده تقريبا أو يخرص هناك بعض العمال يخرصون التمر ويعرفون كم كيلو في هذه المزرعة أو هذا الحقل فإذا بلغت النصاب فعليه أن يخرج هذه الزكاة إذن أخواني الكرام أخوة الكريمات هذه حكمة عظيمة في إخراج زكاة المال من الماشية أو من الزروع أو من الثمار أو من المال سأل الله سبحانه وتعالى أن يتغبل منكم هذه الزكاة وهذه الصدقات آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا شكرا شكرا